ما تيجي الروح شارع الحجاز هتقول لي شارع الحجاز في ايه بقى ده في شارع مصر جديدة هقولك شارع الحجاز فيه زابط شرطة سخيف وبايخ انا مش هتكلم عنه الناس بعتت فيه شكوى للسيد وزير الداخلية اسمع الشكوى دي ادي الشكوى هو واحد بيقول شكوى لوزير الداخلية حدث اليوم في شارع الحجاز امام التوحيد والنور الساعة اثنين ونص الدور وانا راكن صف اول قدام التوحيد والنور مين مجين امام مسجد الخلفاء ضابط بردبة نقيب راكب الونش لقيته داخل على العربية وانا راكن وقال لي الرخص ادوت رخصتي ورخصة العربية وده مش من حقه لانه ليس لجنة ولما لقى الرخص ما فيهاش مشكلة قال العربية مش باسمك قلت له بتاعت اخويا ودي مش مخالفة قال لا دي مخالفة وقال انا هسحب الرخص هتدفع مخالفة وعشان انا كنت ملتزم بمعاهد دفعت المخالفة بعد ما ميشي بصت في الوصل لقيت مخالفة فك كلبش وانا اصلا ما كنتش متكلبش ولا حاجة والسؤال هل دي كباية بيبلو بها الناس والناس ربنا يعلم بيها وبسأل الزابط انت هتقول ايه ربنا يوم ما يسألك حسب يا الله ونعم الوكيل بتسيقوا الناس كتير محترمة منهم هتبقى التعليقات بتاع الراجل ده فيه تعليق قال له انا عارف الزابط ده وعمالها فيه قبل كده جباية برضو الفلوس دي بيقسموه على بعض يعني هتشتكي حرامي الحرامي ما تفتكرش ان الفلوس بتخذين الدولة ولا حاجة بحكم سكة دي في المنطقة عايز اقولك ان مفيش حد بيسلم من الزابط ده اهو شايف حرامية المرور وهتلاقي واق صورة الوسط وليس الاصل اه جباية وبيسبتوا الناس في شارع جزير تيتو اومناء الشرطة بمعرفة الزابط اللي بيكون معاه وبيرعبوا الناس وبياخدوا اتوات فلوس والموضوع زاد عن حده ولازم شكوى جمعية على فكرة باقت جباية ولما فلوس عمال على بطال انا واقف مد انتظار في شارع النزهة لقيت الزابط بنجمتين بيقول لي انت واقف في الممنوع معه للعلم تحت البيت طبعا مش بيسمعك اساسا بتقول له ايه ودفعت غرامة 100 جنيه حار ونرفج تيتو لانه ما عندوش ضمير والاهم مني اتنين ستات معاهم امهم قاعدة بتتحرك على كرسي ما رحمهاش برضو تتردلوا في صحته ان شاء الله المهم ان كده الناس اصلا على اخرها وما فيش فايدة فيهم حسب يا الله وانعقول ابقوا سلموا لي على تستمي القياد واشكروا على انه شايفين ده وعادي وفي الاخر هيقول لك اجرى مني ده نقيب بلطاجي ملوش كبير عمل كده معايا مع بنتي معايا بنتي بتنزلني قدام حي مصر الجديدة وبكلمه جاء الانتظاف الممنوع الرخص ولازم تدفعي 100 جنيه رميت له المويد جنيه وقلت له حسب يا الله وانعمل وكيل شكله كان امين شرطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر